مرحبا بكم مشاهدي الام تي في في هذه الحلقة بيروت اليوم أحاول فيها مستشار مدير عام أمن الدولة الدكتور جورج حرب أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بونجور يعني عنا كتير موضع اليوم بنا نحكيها بنا نحكي كمان عن المهمات عم بيقوم فيها جهاز أمن الدولة بس من وقت ما أعلنتوا عن هالحلقة ومش عم بلحق واتسابات وتليفونات في كتير وخصوصا في مطالب للمطالب قاعدين رح نجارب قدمة فينا نوصلهم صوتهم خلال الحلقة ولكن قبل نسمع كتير وهذا شيء يمكن تنسأل عنه دايما أنه في أمن عام وفي مخابرة الجيش وفي معلومات وكوى أمن وغير 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 شو بتضيف أمن الدولة على هل يعني الوضع الأمن في لبنان شو بتعمل الباقيين ما بيعملو في مبدأ ردا على سؤالك ولا هي ضمن المحاصصة الطائفية تعمل جهاز يترأسه تكوليكي بمبدأ مش بس أمن الدولة بمبدأ كل شيء بالحيات بحياتك ما تبرر لأحد وجودك نحنا منفرض وجودنا ما منبرر وجودنا فتبرير الوجود يعني بيجي عادة لقوا ناس مش حابين يعترفوا فيه أو شايفينه كتير كبير نحنا بين الوسط أو مين اللي مش حابين يعترفوا أجهزة أمنية أخرى؟ لا 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 كل الناس بتحب أمن الدولي بس أنا ردا على السؤال لأنه طرح بس نحنا بصراحة دي ما بنسمع هايك فيه اشتباكات إذا فينا نقول بين مزوجين ما ينكونوا بين أجهزة أمنية أخرى؟ بتصدق إنه منشوف يمكن تسعين بالمئة مننا بس بالإعلام تسعين بالمئة بالإعلام وعشر بالمئة بيكون سوق تفاهم بيصير أحيانا على بهدف الخير العام يعني بهدف تبقيق الأوانين أما اشتباك اشتباك مثل ما تتظهر بالصورة الكبيرة مش موجودة مش موجودة خير العام أو سباك على تنفيذ بعض المهمات طيما هيدا لقاء القبض على بعض المطلوبين هيدا شيء إيجابي هيدا شيء إيجابي يعني المنافسة الإيجابية لو ما هي موجودة ما حدا بيتطور بس إنه دايما بتظل مضبوطة تحت سقف القانون والتعاون والتقاخي وتحت سقف التوجهات اللي بتجي أول شيء من المدير عام أمن الدولي ومن بقية المسؤولين الأمنيين بالبلد بس للأسف بلبنان الأجهزة الأمنية كل واحد عنده غطى من مرجعية سياسية غطى أمن الدولة كان رئيس الجمهورية اليوم أنتوا بلغ غطى في ظل الشغول الرئيسي أول شيء غطى كل الأجهزة والمؤسسات في لبنان هي الحكومات اللبنانية والعهود اللبنانية هيا من ناحية المبدأ بالمبدأ لا حتى بالقانون كل واحد عنده كل واحد من مرجعية سياسية لا نحن نسك بتعارفون حتى بالقانون نحن رئيسنا هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع اللي نحن نتمر فيه ونائبه هو دولة رئيس الحكوم هلأ بوجود الشغور الرئاسي الموجود حاليا للأسف كل المؤسسات بتتأثر بهذا الموضوع بتحس أنه أنت بحاجة لرأس لهذه الدولة نحن مشين دولة بلا رأس حاليا هون صار موضوع سياسي أما بما يختص فينا ينوب عن رئيس الجمهورية دولة رئيس الحكومة أو المجلس الأعلى للدفاع مع ناحية المبدئية من ناحية الدستورية والإمانية أنا عبحكي من ناحية سياسية كل جهاز أمنة في عنده مرجعية سياسية بتغطي أو بترجع له أو بيرجع له أنتوا هلأ بدون هالمرجعية نحن لا نشعر لا بفائد القوة لن بيكون عندنا مرجعية سياسية ولا منشعر بحفلة من الضعف لن بيكونش عندنا مرجعية سياسية كرميل هيك بلا المرجعية السياسية أحلى أحيانا فبالتالي نحن ما استقوى الجهاز بحدا ولا هلأ حاس هو قوي بالقانون وقوي بإذا بدك جود داخلي ما عم نعمله هلأ مجتمع ملائكي لأمن الدولة ولكن بلك العمل الليه اليومي عم يحاربوا فيه باللحم الحي عناصرنا ورؤتبقنا ضباطنا وعلى رأسهم الإيادي واللوا أكيد يعني هذا مش نحن بدنا نحكي خلي الناس اللي عم تشوفوا شفت التعليات اللي عم تيجي بهذا الموضوع طيب شو قادر يعمل أمن الدولي وشو مش قادر يعمل يعني مثلا قادر يفوت على مناطق نفوذ حزب الله جهاز أمن الدولي اسمه أمن الدولي لا أمن الدولتين ولا الدولي ولا الدولي أمن الدولي تدخل حيث ما دعاها الواجب هيدا مش شعارات نحن عم نتابع وعبتتابعوا بالإعلام الأماكن اللي عم بتنفيها مهام لأمن الدولي والمدهمات اللي عم تصير والتوقفات اللي عم بتصير هذا أمر طبيعي كتير واجبنا نحن نفوت مطرح ما فيه الناس عم تلعب بالأمن وبالتالي ولا مرة شعرنا وصدقاً عم قللك ولا مرة شعرنا إلا كل التسهيلات اللي بتدعي لحتى التنفيها المهمين هلأ في بعض الأماكن اللي بتجي هي بطبيعتها حساسة نتيجة بيانات حكومية نتيجة سياسات دولة مصدق إعلايا المجلس نيابي عم تحكي الضاحية عم تحكي بالجنوب طيب نحن كيف بدك تروح أنت تداهم متراً من دون التنسيق مع حدا لأنه أنت فيه مقاومين بيكونوا أساساً شرعيتهم بالبيانة الحكومية أو المصادة أو التصويت بالمجلس نيابي على السياسات هالحكومية وبيانة يعني الدولة كلها متوافقة على هذا الأمر نحن ننفذ القوانين فشي طبيعي لما تروح على مطرح تنسيق معه طيب أنت بتفوت على ضائعة ما بيكون فيها مقاومة ولا عدو إسرائيلي ولا تكفيري ولا شي ما بتنسيق مع مختار الضائعة إذا بك تعتقل حدا ما بتنسيق مع الجهات الموجودة الجهات الأهلية جهات رسمية منتخبة أو منتخبة هيدا وني كحزب إي بس كمان معترف به بالبيانة الوزارية اللي بيحدد سياسة الحكومة ونلتزم بها كلنا نحن كمؤسسات وهن أعلى منا كوزراء وكرؤساء والبيانة الحكومة مصادئ عليها المجلس نيابي هلأ لما بيصير تغيير بهذا الإطار لكل حادثا حديث نحن ننفذ القانون بعتقدش أنه بعدين ما عم تاخد أبعاد صدمية ولا مرة نحن ولا حالة صدمية بالعكس كل التسهيل وكل المساعدة إذا الجماعة عندهم حيثية معينة لمقاومة عدوه صبح وصبح وظهره عشي بهديدك بعدوين طيب أنت كيف ما بكتنسق معهم إذا بيعت قوة أمنية لهونيك لحتى تعتقل حدا مرات بيكونوا هني دلينك عليه هادي هلأ بدي أسمح لحالة هني بيكونوا مرات دلينك عليه الشي طبيعي هيدا ليه بدلوك وما بدلو غير أجهزة حسب المركز حسب الاختصاص حسب يعني بترجع له الحيثيات مش كثير بدلونا نحن منكتشف كمان ما هي القصة إنه قلت لي حسب الاقتصاص القصة إنه بالنسبة أقله للرأي العام أو لأسم من الرأي العام مش واضح اقتصاص أمن الدولي بنشوفكم مرة بي مع دوريات وزارة الاقتصاد مرة مع هالوزراء وبعد الوزراء بيعملوا عن طريات وسط عناصر أمن الدولي بعد مش واضحة وكمان بنشوفكم بعمليات كبيرة وعلى رح نحكي عنا بمهمات كبيرة كشف شبكات إرهبية مش واضحة شو بيعمل أمن الدولي هو مرافق لشخصيات بس دوليات أو هون كل هاو دي هلأ الجهاز أمن الدولي أو المدري العاملي أمن الدولي دورة الأساسية مكافحة التجسس والإرهاب وأيضا دخل بمهامة مكافحة الفساد كما لهذا بتلاقي مهامة متنوعة بعدين أدخلوها إلى اقتصاصها شلوها حسب قرار للمجلس الأمن المركزي حماية الشخصيات من قوى الأمن الداخلي أتبعوها وجابوا العناصر معهم من قوى الأمن الداخلي أنا ذيك ليش؟ لأنه أمن الدولي أنونة أساساً فضفاض يعني عندها صلاحيات بتقدر تتحرك بسهولة أكتر بتقدر تتعاطى مع الجواسيس إذا واحد مجندينه كعدو إسرائيلي أو غير إسرائيلي وبتقدر أنت تتعاطى بالداخل حتى بتسكير معمل للأجبان والقلبان من الأمن الاقتصادي إذا الأمن الغيزي هذا الشيء إذا الأنون بيسمح فيه طيب نحن بتحصر المديرية ساعتها بقرار من القيادة بس أنه نحن مناخد مهام بياخدوا مهام بس تختص بالإرهاب والتجسس والفساد وهذا من جوا شو؟ مش فساد أمن الغيزي بهذا الظرف عم يمرق فيه لبنان كرميل هيك يمكن حسا بالمسئولية وتأكيدا على مسئولية تأكدك تشوف دوريات الأمن دولي هي عم تبرم على الأفران لماعنى الاحتكار مش معقولة أنك أنت تضلك زاري بالدباط والعناصر بما كاتبهم عمالي يتنصتوا فقط على عميل مجند بس أنت أهلهم بالبيوت في حدا عم يحتكر لهم الطحيل وعم يحتكر خبز بالمنطق بالمنطق كان قرار الإيادة صائب بطلب من الحكومة أكيد تقطع مرحلة بس مش معناته هاي دي هي المهام البس طبعا أمن الدولي بالعكس هيدا شعور بالمسئولية مننا هي ديما عم بتكرر أنه بيطلب من الحكومة أو بيقرار من الحكومة طبعا من سلطة سياسية كمان هون في هجمات بتتعرضو لأنتم بسبب بعض الملاحقات اللي بتقوموا فيها يلي هي بتكون كمان بناءا على قرارات قضائية نعم بتحطوا أنت بالوجه أمن الدولي عم بيوقف فلان هون يكون فيه قرار قضائي مية بالمية صح؟ يعني كمان إذا فينا نعضح لأن بمطرح مالة في قصص أنتو مش مقصرين فيها بس في قصص بنظلموا فيها هلأ بالنسبة خلان بليش بالمش مقصرين إذا بدأ هلأ بالمش مقصرين بحكي خلال حلقة حتى ما تالأ بيقدين من مرق لكم شغل بالنسبة للي نحنا عم نقوم بوجبنا فيها إذا بيوصل لأي جهاز أمني قرار قضائي يستدعي إذا بدك استدعاء فلان أو توقيف فلان لجرم ما أو لارتياب ما طيب شو فيه بين إيديه الجهاز الأمني غير تنفيذ هذه المذكرة القضائية ما فيه خيار آخر هلأ يريد تسأل بعض القضاء ليش هني بيرتحوا لأمن الدولي لتنفيذ بعض المهام لأنه يمكن لسرعة التنفيذ لدقة التنفيذ مع احترامنا لكل أو لا أنه فيه مرجعية سياسية واحدة لا مرات عم نرجع للمرجعية السياسية نحنا كل السياسيين في لبنان هني مرجعيتنا مجتمعين ديش الحكم من شو مقلف مش من السياسيين مش من الأحزاب السياسية وأنه المال لمنصب رئيس الجمهورية لموقع رئيس الجمهورية وحده موقع رئيس طيروتا طيب أنا بدي أسألك أنت قراب منه بالسياسية طيب أنا بدي أسألك سؤال لما الرئيسنا المباشر والقاضية مثلا قاضية غدعون وغير أضاط كمان قريبة من في المرجع فكل مهم كل مذكرية بتحول لو نكونيها أول شي لنبلش صح نحن رئيسنا المباشر مين؟ رئيس الجمهورية اللي هو رئيس المجلس أعلة للدفاع ونائبه يعني اليوم انت ما فيك تقول ليش جهاز أمن الدولي هلأ منو 저� farmer Basile ما فيك تقول ليش جهاز أمن الدولي قريب حاليا من دولة الرئيس مئاتي هو رئيسنا المباشر اليوم هو رئيسنا الإداري طيب klem لما كان في رئيس جمهورية كمان وقبله كان في رئيس جمهورية كمان كان رئيس جمهورية يريد تسأل وين عملت مدرية العامة لأمن الدولة مهمات أو مهام لمصلحة هذا الفريق أو ذاك هون بيكون النقد مقدس وبيكون فكري وبيكون لتطوير أدائنا إذا بدك أما هيك أنه نحن تابعين لفلان أو لعلتان بيعتقدوا أن مدرية أمن الدولة مننا ملك لحدها هي ملك الأنون اللبناني وإنجازاتها هي ملك الشعب اللبناني وكل واحد عم يرائب من الناس باللبنان إيه أحيانا كمان هاي الأوربن مرجعي السيسي بتكون عبئة يعني أنا كمان طبعا نحملكم كل شي إنه مسؤولين عنه بس كمان مكان ما بتكون عبئة لا يمكن يمكن هلأ يمكن هلأ أنتم مرتاحين أنا ما رأح عبقول لأ أنا عنكن ما رأح خليك لا 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 حتى ما تمرو وحدا يفكر إنه نحنا بمكان ما نهرب من الإجابة لأنه ما عنا شي نخبيه بس بحب أوضح لك إنه بلبنان كل طفل بلبنان كل كهل في لبنان كل شاب كل شو ما بدك في لبنان يتأثر بجو سياسي معين القوة إنك أنت تقدر تشتغل مع أكيب بداخل مديرية متعددة الانتماءات داخليا ما حدا بيجاهر وممنوع أساسا بالتعليمات الإيادة وخاصة اللواء وبالتالي هون بتلاقي المهام كيف عمالي تتنفذ أما بتقلي إنه لأ في حدا في لبنان اليوم يترفع بيرتاح لفلين أو لا يرتاح لعلتين برأي أنا هناك تكاذب بالموضوع فنحن لا نتكاذب في هذا الأمن حكيت عن موضوع حماية الشخصيات رح أرجع له هذا رح توقف عنه ولهذا كتير ينتقى الجهاز أمن الدولة بسببه ولكن قلنا نبلش ببعض ببعض المهمات لا لا خلينا نشكل لك شوية نقد شوية إنجازات اشتغلت على موضوع داعش وكشف الشبكة لداعش بالشمال نعم خبرنا عنا هل كشفتوها بالكامل يعني كلها ألقيته القبض عليها أو بعد في عناصر يعني من الشبكة بعضهم يعني هربنين وشو كانت بتعملها الشبكة؟ عم تحكي عن الشبكة اللي كشفت من حوالي العشرة نعم هذه شبكة إرهبية تتألف من عناصر مؤمنين بداعش مؤمنين بفكر داعش تأثروا وتواصلوا بالأول مع شرعيين سكنين خارج لبنان بإحدى الدول العربية تأثروا فيهم تأثروا بالفتاوى لهم للأسف الشديد وراحوا إلى تجنيد رفاء لهم وكلهم بالشباب بالعشرين يعني عشرينيين العمر جيهم فتاوى بحللولهم السرقة لجمع الأموال لشراء الأسلحة لتمويل عمليات إرهابية كان الهدف الأساسي لإلهم جيش اللبناني وبعض القوى الأمنية في لبنان استهدافهم بعمليات أمنية؟ استهدافهم بعمليات أمنية إنغيماسية بأوقات محددة بأوقات زروية لدى الجيش كانوا يعملوا ضحايا كتير بأماكن الجيش ما بيكون مسلح فيه عناصر الجيش ببعض الأماكن ما بدي أفضح تفاصيلها وهذا الشيء يعني بعد رصده وهيك قلقت الأبد عليهم المدري عامي لأمن الدولة فورا تم التعاون مثل أغلبية المهام مع الجيش اللبناني تحديدا مع أكيد الإيادي مع قائد الجيش وكمان العميد شئير مع مدريت المخابرات وبالتالي تم التنسيق لأحباط هذه العمليات وأقول القبض على كامل أعضاء سلمتهم للجيش سلمنيهم للجيش ما بعد انتهاء التحقيق بأمر أكيد بعد أخذ إشارة القضاء وبعد بفتكر بعد فيه واحد هربان منهم بفتكر هيك ما بعرف إذا الجيش قالوا أبد علي ما عندي فكرة من أسبوع سلمتهم للجيش في أيام تتخانوا مع الجيش على موقوف لا لا في من فترة شفنا بيان لألكون ألقيتوا القبض على موقوف طلع بيان على الجيش ألقوا القبض على نفس الموقوف دعنا شو هلأ بتصير من أسبوع لحقلك شو بيصير بيكون بيكون أحيانا ببعض المناطق في مراسل لوسيلة إعلامية معين بيستعجل بكتابة الخبر وبالتالي بيعطيه هو للجيش أو بيعطينا إياه إنه لكو أنا شفت هون قبل ما يتواصلوا معنا عناصرنا اللي ألقوا القبض عليه وبالتالي بتصير بس أنت شوف العلاج من بعد في حدا سحب بيانه فورا يمكن نحن ويمكن الجيش وبالنهاية يعني ومين بود يفوت لنا وبالجيش تنبلوماسيتك حلو ما زال عم نحكي عن الشمال نعم كمان في عم نشوف كل فترة تهريب أشخاص عبر البحر من شمال لبنان كمان هادي إن كان عندكم مهام بهالإطال آآ سوري انتشتك يمكن تفضل تفضل بالنسبة لمهامنا بشمال وبغير شمال عن تهريب البشر هادي أخطر شي عم بيصير بلبنان كمان هايك أخذت يمكن مجهود كبير ورصد كبير من عناصر أمن الدولي وهو دي المهمتان اللي لحد هلأ حضرتك سميتون هني نفذون القوة الضاربة تحديداً المجموعة الخاصة بالمدرية عامية لأمن الدولي اعتقلون هلا هون ما بينفق إن يكون في تنسيق مع المدرية الشمال الإقليمية أو البعاء أو اللي هو إنما اللي نفذوها هني قوة ضاربة خطرة إلى حد ما أساساً تجهزاتهم تدريباتهم نعم خرج هك مهم منوجه لهم تحيي بالمناسبة فكمان قلقوا القبض على الشبكة إلى تهريب الناس وتهريب البشر من سوريين وفلسطينيين وأطفال ونساء ولبنانيين إلى إلى أوروبا تهريب بشر مش بس يعني محصور بالشمال لا لا في شبكة أيضاً المجموعة الخاصة اللي تلقب عليها عشواطئ جبل لبنان وفي مجموعة تحنيب بيروت نعم وفي بيروت كمان وش كانوا طالين بالدورة؟ جربوا ما قدروا رصدوهم قبل في أيضاً شبكة كانت بتديرها امرأة امرأة سورية لا تهريب البشر لا تهريب البشر كانت مختصة بتهريب السوريين وفلسطينيين أيضاً المجموعة الخاصة رصدتها وقالقت لأبد عليها وقالقت لأبد على الناس اللي كانوا بدون يسافروا معها وقفوا واصلموا إلى القضاء بنشوف ببلد مثل لبنان يعني بيزل هيدا الانهيار الاقتصادي بعده يعني المعدل جريمة ما طلع كتير يعني كنا نتوقع إنه بس يوصل الدولار لـ 100 ألف وهيدا الوضع الاقتصادي هلقد يكون متردد نشوف معدل جريمة عم يرتفع أكتر نعم شو تفسيرك لأنه بعده معدل جريمة لحد كبير مقبول هلأ نحنا نحنا عنا هدف بعده ننزلوا أكتر كأجهزة أمنية نحنا منعتبروا إنه حتى الحفاظ على هيك وبلد فيه مليون نص مليونان نازح عم نحاول عم نحاول أكتر تكون النسبة الجريمة أقل لا يشعر اللبناني يعني بعد مش نقصوا اللبناني فوق الانهيارات اللي صايرة كمان وضع أمنية تعبان بس بقل لك عم تتعب الأجهزة الأمنية مش بس أمن الدولي كل أجهزة الأمنية والجيش عم يتعبوا الله يعطيهم العافي ضباطا وروتباء وأفراد أما بالنسبة ل بالنسبة ل عملنا اليوم وعمل الأجهزة كلها أنا بقدر أكد لك أنه أكتر من 70% من المجهود اللي عم تقوم فيه المدرية عامية لأمن الدولة هي للنازحين السوريين لضبط أمور النازحين السوريين مش بس نازحين يعتدون على اللبنانيين نازحين يعتدون على نازحين ويمكن بعض اللبنانيين قلة يمكن يعتدون على النازحين 70% من الشغل والتعب صار يختص بالنازحين السوريين شفنا فورة من أسابيع بموضوع النازحين وكان صار فيه دوريات وقلقيته القبض على عدد من أشخاص بالنازحين السوريين بعدين رأيت شوية مش رأيت هني نضبطوا فكان في حركة معينة عولي جيت أبرزة كانت بعلبك الهرميل محافظة بعلبك الهرميل أيضا بجبل لبنان عملوا مداهمات وأحيانا قلقوا القبض على مجموعات مسلحة للأسف كمان خلينا نكفي بعلبك الهرميل صار تعاون كبير بين مديري العامل الأمن الدولي مكتبة ومديريتها بعلبك الهرميل مع محافظة بعلبك الهرميل بشكل قبض بإطار بإطار ضبط المخيمات التابعة للسوريين مخيمات النازحين السوريين تحديدا في عرسيل مثل ما شايف وصلوا لمرحلة اللي رح يصير اختلاف رح يصير مشكل كبير بإرسيل لأنه نتيجة أنه فاتوا على أراضيهم فاتوا على مصالحهم إيه لما هنالك فبيطلب من بلدية عرسيل تم تنسيق بهذا الموضوع أيضا علاجه في مشكل مع الناس عين سوريين دائم حكينا عن موضوع تهريب البشر فيه كمان القائطة القبض على شبكة اللي عم تهرب سلح نعم لوين كان تهرب سلح كان نعم يهربوا سلح إلى لبنان في شبكة عبر الحدود السورية عبر الحدود السورية للأسف من تركيا عبر الأراضي السورية عبر الحدود السورية اللبنانية وصولا إلى لبنان للأسف لباعة أو لصالح شبكة معين لا لباعة لباعة هلأ كانوا عم يمولوا بعض الشبكات يعني يعني آخر شبكة قلقت المدري العام الأبضع ليها للأمن الدولي بالشمال كانت عبارة عن شحن من 250 مسدس 250 مسدس تركي 9 مليمتر يعني في رودة 14 أو 16 وبالتالي كلمة لهيك البعض الإعلام قال لا هاودي فرودي خلابية مش مزبوط هاودي فرودي عام فيهم وكان السوق اللبناني بيعوا فيه أكتر من 6500 قطعة من هادي المسدسات قالوا الأبضع ليها مثلا اتبين بعدين بالتحيقات مع إخي الشبكة إلى داعش إنه مشترين منهم إنه كانوا عم يتسلحوا منهم تحضيرا لعملياتهم بدون يخضوها كانوا دائما بدك تضلك بجهزية تامة الشبكات لبنان صغير الشبكات مترابطة والشبكات بتخطي تسوا ويمكن معلمهم تسوا أحيانا بيكون خارجي نعم فبالتالي كمان هادي شبكة قولي لا بدعلي وصل لهم للفضاء كيت عن الإعلام وإنه قال المسدسات خلابية وهي منها هيك عندكم مشكلة مع الإعلام ولا تحسنت العلاقة مع الإعلام لا لا بتواجهوا مشاكل بأخبار غير دقيقة بأخبار يعني بتكون الحقيقة بمطرح ليني هلأ صارت قليلي كتير يعني من سني إلى هلأ صارت قليلي كتير حددت من تاريخ تعيينك لا أنا أكتر إلي أكتر مش نحنا لا تبلش مفعول عملك مش بس هيك ما بعرش ليش أنت متخصص بالإحراج ولكن شغل تأسأل بالنهية كان البلد مارئ كله بظروف لخبطة كلها وما حدا كله عم يحكي كله عالسوشيل ميديا كان لا مين زمت أوكي لا نحنا هلأ مع الإعلام أحلى أحلى علاقة بالحقيقة عرفوا قيمتنا ونحنا عرفنا قيمتهم نعم وعملتولون هايكينج للإعلام وتكريم للإعلام يعني نوع من اللقاءات المديرية العامة الأمن الدولي تنظم كان لأول مرة بتصير خلينا نقول أنه رأي جهاز أمنة بيروح بيمشي مع صحفيين هلأ وبيتغدى معه هلأ هو اللواء صليبة هو بطبيعته بيمشي دايما بالجرود وبيمارس عادي الهوية وبالتالي فكرنا سواء إذا بدك عن نشاط ممكن نعمل بمناسبة الإعلام الشهيد ست أيار يعني نقول نحنا عيد الشهد بس أن أغلبيتهم إعلاميين يعني لازم يتكرموا شهداء الكلمة وبالتالي نحنا حاولنا نعمل بهذا التاريخ إجا طقص عاصف على أسبوعين طرينا نخذها لأسبوع التالت ويعني بفتكر تشرفنا كتير بحضور الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية في لبنان وكانت مش بس هايكينج مش بس مسير مع اللواء أيضا زرنا أماكن مؤدسة زرنا أماكن في أول مطبعة للحرف العربي في لبنان وبالعالم العربي بالخنشارة اللي يستقبلونا وهي دي إلى معانيها مع الإعلاميين إنه هذا الألم ألمكن وألمنا كلنا بلش من هون وبعدين رجعت استتبعناها بمسير جبلي مع المديرين ممثلي بالليواء وبفتكر بدنا نعيدها إن شاء الله يعني خليوا بلا ماشي إذا فيه أنت ما تتعبونا خلينا نقول بعد عم يجين كتير من السجاد يعني أكتريت عم تتكرر بعد ما نتوقف راح أمل عليهم بعد شوي راح ن يعني تمن تأخر عليهم راح نوصل لهم كل المطالبات بس عم تتكرر نفس نفس الأسئلة تقريبا خصوصا المتقاعدين فينا تهريب بشر وتهريب أسلحة تهريب مخدرات زايدة بهالفترة والإتجار زايد الإتجار وترويج المخدرات بالتأكيد إنه زايد عن السابق لنتيجة أول شيء الضائقة الاقتصادية زايدوا المرويجين صاروا مش عملي أقو عمل يعني هلأ ومنوا مبرر بس عم قل لك ليش لحتالي زايد وبالنهاية نحن زايد رصدنا لهذا الموضوع وبتزيد منزيد يعني الأمن هكي بيشتغل شو لقطوا آخر فترة بهالموضوع تهريب المخدرات آخر عملية بتهريب المخدرات هي شبكة لتهريب المخدرات بين سوريا ولبنان تنقل حبوب كيبتاجون للشباب والصبايا يباعون في منطقة في مختلف المعاطق اللبنانية تم رصدون وأهمية هذه العملية إنه تم تقيفون بالجرم المشهود هنه عم يسلموا ويستلموا الحبوب هنه عبارة عن حوالي خمس تلاف حبة كيبتاجون هاي عملية وحدة أكتر من هيك إنه الشبكة التهريب المخدرات كان معها أسلحة وأسلحة متطورة كانوا مخبيينهم بالبقاء الأوسط تحت أحد المباني تحت أحد البيسينات الشعبية المعروفة بالمنطقة قولي الأبدع ليون تم التحقيق معهم بإشراف القضاء بإشراف مدي عم يبقع الرئيس مونيف بركات وتم تسليمهم إلى القضاء وعم يتحكموا حاليا نعم ديما في خوف إنه مخدرات موجودة بالجمعات موجودة بالمدارس في خوف كبير عند الأهل نعم مبرر هيدا الخوف صحيح في مخدرات ببعض الجمعات نعم وبعض المدارس نعم هيدا هيدا أكيد بأماكن الصهر هيدا خوف لمبلش بالمدارس والجمعات بس تحكي عن الجمعات بتقول إيه الجمعات صار عمرهم فوق 18-19 هون بلش يوعى الحقيقة مدارس مش ممكن أنا عم بستغل الوجودي مع هالمنبر الكريم واستضافتك الكريمي لنتوجه لكل الأهالي اللي عمالي يحضرون إنه اليوم في خطر جدي بالمدارس لو كانت مدارس مهمة لو كانت مدارس متطورة لو كانت منضبطة اليوم مافيات عمالي تحاول تصبر أغوير المدارس هني على الجيل الصغير بالعمر على المراهقين إذا مش عم يقدروا يتفعل معهم الطالب الجيمي فبالتالي بدي عيون مفتحة بدي تربية متتابعة بدي تنبيش بجيبهم بدي تنبيش مش نحن نحن بدنا نقلهم التفاصيل كيف يعرفوا بالنهي بدون يرقبون تصرفاتهم مغيرين انعزليين صايرين ترميل هيك نحن عملنا عملنا حملة بمدري العامي لأمن الدولة أخذت قرار الإيادة لما انشافت يعني في هالقد شبكات عم تفوت على المدارس للأسف عم تعمل ملايين دولارات على دم شبابنا وصبيانا عملنا جولة من فترة ومشكورين وكبنا فيها الإعلام اللبناني على المدارس تحديدا وبالتالي قدرنا وصلنا رسالة توعاوية هلأ منعتذر لحد هلأ عم يجينا طلبات من المدارس ما عم نقدر نلبي كل المدارس باللبنان بس بالتأكيد أنه رح يجي يوم نلبيهم كلهم نحن بعدنا متابعين بجولتنا بس يعني مش بس رحنا توعاوية كأننا عم ناخد معنا أيضا القوة الضاربة بأمن الدولة عم نورات ويرفعولهم معنويات ونواة بكل هالإطار هذا توعاويا لطلابنا ما يوقعوا بالمخدرات وهلأ نحن بـ 26 شهر في جمعية معروفة باللبنان جمعية الجاد مش عم نعمل هادي دعاية مع حزيران 26 حزيران عم ننشي بهذا الخصوص نحن مشاركين فيه بالأسر الحكومة كمدرية العاملة من الدولة نعم عم نحكي عن الشبكات وكشف الشبكات فيه كشفتوا شبكة ليفتي عم تنتحل صفة ديبلوماسية بالبقاع نعم خبرنا عن تفاصيلها هادي برمال شو كان بوين عم تنشط هادي شبكة تتألف من من شخصين تلاتي مش كبيري الشبكي ينتحلون صفة ديبلوماسية انه هن موظفين بأحدى السفارات الاوروبية وبيحطوا اعلانات ان احنا بنقدر نأمل لك فيزا لقاء مبلغ خمسة تلاف دولار او أربعة تلاف دولار الى ما هونالك نعم والعديد من العائلات اللبنانية على مختلف الاراضي اللبنانية يعني عملوا اموال طائلة بالنصب والاحتيال على الناس وايضا رصدتهم المدري العامي لأمن الدولي هون بالبقاع وتحديدا البقاع الغربي استدعيوا وتم التحقيق معهم وتم توقيفهم ما عندي ناسي عدد اللي توقفوا او اللي تركوا بسنة ديقام افتكر في واحد هربين واحد موقف ايضا بياشرافوا القضاء مدعم تمييزي مدعم البقاع وايضا حولوا الى القضاء نعم انا بعد كتير بنا نحكي عن المهمات وعنده بديوصل الاسئلة خصوصا للمتقاعدين ولكن متوقف صراحة مع الاعلان منتبع بعد بيروت اليوم منتبع بيروت اليوم مع مدير عام مع مستشار مدير عام من الدولة يعني عم نفول عليك بالمنيح الدكتور جورج حرب اه عند كتير اسئلة صراحة بعد عم بيتكرر تقريبا هي ازيتها واكتريتها يعني مطالب متقاعدين رح احكي عنا ولكن قبل في سؤال بيسألوك يعني صرق عن صرق شو حقيق صرقة مخزن سلاح الخاص بحرس مدير العام وفقدين عدد كبير من بنيت المحروقات البنزين وليش ما بتعطوا المؤهلين حصتهم من المحروقات اول شي نحكي عن صرق اهل صحيح اول شي بالنسبة لصرقة احد المخازن مش ضروري مخزن مدير العام احد مخازن الاسلحة انفقت كم اطعى مظبوط نحن لا ننكر هذا الامر وبالتالي تم التحقيق معه واحيله الى القضاء ولا تزيل التحقيقات مع القضاء سارية حتى اليوم ايدي عمراء القصة اه تكرشي سبعة شهر اه مش جديدي لا مش جديدي ولكن تعرف بياخدوا وقتهم بالقضاء وحولوا الى المحاكمة موضوع المحروقات والمتقاعدين والمؤهلين هذا يجيين من اكثر من شخص هذا السؤال لم يتعطون حقوقهم المتقاعدين المحروقات المؤهلين لم يأخدوا حقوقهم من المحروقات عدم يعني فيه كمان شخص تاني بعت لعدم اعطاء المؤهلين حقوقهم من المحروقات المنصوص عنها بالمرسوم كذا كذا وحكم مجسورة الدولة علم انه كان لأمن دولة الفضل في تأمين الفيول والمحروقات من العراق كمان هذا رح نحكي عنده بعد شوية موضوع العراق بالنسبة ل بالنسبة لحقوق المتقاعدين تحديدا لنوضح شغلي تحديدا بما يختص بالمحروقات ما في نص انوني يلزم اي جهاز امني او اي جهاز عسكري تأمين المحروقات حتى اللي بالخدمة الفعلية مش بس المتقاعدين هو مستند على نص انوني مرسوم 1595 على 1984 هذا شو بنظم هذا المرسوم هذا بنظم اذا بدك المخصصات اللي بتروح للضباط والضباط هو كمؤهل مثلا شو السبب مادة ياخدوا هني 75% من المخصصات للضابط عرفت كيف ومخصصات ضابط 75% مش المحروقات ما كمان في عندك التجهيزات وا 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 ما في شي نص يلزم اي جهاز امني يقدم المحروقات هاي دي بالانون بالنسبة لحالة المتقاعدين مدري العامي لامن الدولي تعرف جيدا الجميل الذي تحمله وتجاه هؤلاء المتقاعدين الظرف اليوم كلنا عارفين شو نحنا بظرف استثنائي لبل استثنائي جدا كرميل هيك استدعيت اذا بدك توقيف بعض المخصصات للمتقاعدين اسوة بما يحصل مع الجيش وباقي قوى الامنية ولا حدا عم يقدر يعطي شي لانه اساسا الموجودين بالخدمة مش عم تقدر انت ترفع له مع الشيطة عم ياخد اكتر منكم عم ياخد اكتر من عناصر ايه بس بالمخصصات المتقاعدين هو الامن والجيش المتقاعدين ما عبي ياخدوا محروقات امن الدولي ايه قصة الميت دولار عبي ياخدوها غير اجهزة امنية انتوا ليه محرومين منها للأسف اجت مساعدات لبعض الاجهزة الامنية لا إلا نحنا للمدرية العامة لامن الدولي لم تلحث هذه المساعدات يمكن يمكن خدها من الناحية الإيجابية اللي حرية المدرية العامة غير مرتهنة اوه الجيش مرتهن لا لا ما تهولني إياها إذا بتريد ما أنا كنت عارو يعني أنا قلت وضغري من نظرتك قلت وانتبهت لها نغلط من نظرتك الملائكية عرفت أنك ضغري راح تستغلى أنا عم بقول أنه غيرنا يمكن عبي ياخدوا غير مرتهنين بس نحنا بما أنه ما عم ناخد على الأكيد غير مرتهنين أو أنتوا محسوبين كنتوا على فريق سياسما محرموكن من هال 100 دولار كمان بنحكى كتير عن تمييز حاصل بين عناصر الخدمة الفعلية والمتقاعدين اليوم الظرف استثنائي نحنا ما عم نقول أنه حتى الخدمة الفعلية رواتبهم عمالي تكون كافية كمان بموضوع الدول المتوفر بالصيدلية أم الدولة بالخدمة الفعلية ومحرومين منه المتقاعدين بالنسبة للرواتب اليوم ما في ولا راتب بلبنان هو اللي عم ياخدوا مستحقوا يعني نحنا نستحق أكثر كلنا كلنا موظفين وهذا إذا بدك الوضع اللي نحنا فيه عم يمرق على الجميع من ضمن المتقاعدين المدرية العامة لأمن الدولة تشعر بجرحهم وتشعر بحرمانهم لأنه وتشعر بحرمان كل اللبنانيين هذا أمر طبيعي أما أنه تقدر اليوم تقدم مخصصات معينة للمتقاعد والخدمة الفعلية عندك ما عم تقدر تعطيههم كمان بدنا نكون منطقية لنحافظ على هكالية وأكتر من هيك بزدلك أنه أساسا وضعه يدرس اليوم يدرس اليوم حتى وضع المئة دولار اللي عم تجي للباقيين أيضا هناك مفاوضات هناك إذا بدك محاولات للوقوف إلى جانب العسكر ولكن إذا ما ضبط بالأمن العام مثلا عم يعطي لواء بايسر ثلاثة وأربع معاشات سوا ديوة في حد الأكيد فيه مدخول أكثر بفتكر بعد جلسة اليوم تشعير رح يبعتوا لثلاثة التانيين فيه إشي عم تجي بس بلك كلها كيفية الآن دائمة أكيد لا مالا شي خلينا نقول بعده عم بيجيين كتير مساجات فيه الناس عم بيبعتوه ليه مساجات صوتية رسالة الصوتية ما بقر إسمع أنا وعالهوى كمان بادر اللواء صليبة مطلع طوليه إدارة أم الدولة إلى أعطاء المؤهلين جزءا من حقوقهم بالمحروقات وثم عاد وحجبها عن المؤهلين وزادها للضباط في الخدمة والمتقاعدين خلافا القانون الذي يعطي المؤهلين 75% من حقوق الملازم كنت عم تحكي عنه علما أن حقوقنا في المحروقات تستفيد منها المدرية من خلال الموازنة إنما توازعها خلافا للقانون واللي غير أصحاب لا خلا نكون واضحين مع تفهمنا مع تفهمنا الرهيب إذا بدك لحقوق المتقاعدين وجرح اللي بالخدمة الفعلية يعني ننتجة الوضع الحالي إلا أنه القانون ما بيجي بموازنة يعني ما بتجي موازنة المدرية العامة لأمن الدولة نصح حلون ما بتجي موازنتها من وزارة المالية بمقصمة لا أنت بتجي بتجي لعندك موازنة وأنت تصرف بما يستدعيه القانون الداخلي عندك اللي بينظم أمور مدرية العامة لأمن الدولة هذا واحد اثنين بما يختص بالمحروقات ما فيه قانون بينظم توزيع ولا يفرد على أي رئيس جهاز أمني لا جيش ولا أمن دولي ولا درك ولا معلومات ولا أمن عام لا يفرد على جئيس جهاز أمني إلا بتوزيع الفائد لمساعدة الضباط والمؤهلين وبعض الرتبات هيدا قانون المحروقات ما فيه مش إنه جاي بالموازنة من الأساس فيه لغة كبيرة بهذا الموضوع نعم كمان عم يجين كتير على موضوع المحروقات كمان وفيه موضوع الطبابة يعني عبو يقول بالجيش ما بيدفعوا فرقات بأمن الدولة بيدفعوا فرقات بالنسبة للطبابة العسكرية بالنسبة للطبابة العسكرية دخل مؤسسة أمن الدولة المدرية أمن الدولة إنما يطبق على عناصر الجيش اللبناني ينطبق بالتمام على عناصر أمن الدولة والمستشفيات اللي متعاقد مع الجيش أيضا هي مستشفيات متعاقدة مع المدرية العامة لأمن الدول يبقى التوضيح التالي إذا سمعه للمتقاعدين وللخدمة الفعلية قبل الدخول في تعامين بهذا الإطار من سيادة الليوي أي دخول إلى المستشفى يستدعي منك الحصول مسبقا على موافقة طبيب القضاء اللي هو يكون طبيب وضابط بالمدرية العامة لأمن الدولي ومعظم المحافظات في لبنان فيهم طبيب إذا بدك ضابط بأمن الدولي يختص بتنظيم هذه الأمور في بعض المحافظات للضرورة القصوى بيكون ما فيه طبيب فيه طبيبين مركزيين بخطوط مفتوحة عندهم 24-24 ويعرفونها جيدا ومذكورة أسميهم أرقامهم بكل مذكرة يمكن لهم التواصل معهم عند أخذ الإذن أنت تدخل إلى المستشفى بـ 100% هلأ في حالات طارقة أحيانا بعض العناصر المتقاعدين وبالحالة الفعلية أو بالضباط المتقاعدين أو بالخدمة الفعلية بيضطروا يفوتوا طوارئ لحالة صحية حادي السيارة لصمح الله فيه مستشفى قريب يفيت عليها غير متعاقدة مع أمن الدول طيب شو بتعمل بهذه الحالة ما فيه إلا موازن يدخل ويدفع الفروقات هو وبعدين بيقدم طلب فيه للمدرية عاملة أمن الدول بترجع بتعطيه جزء منه هلأ بين اللي عم تاخده من مستشفى شوش عم بيصير الفروقات عم تاخدها بالدولار وبتجي أنت المدرية بتعطيك هني على اللبناني هون عم بيصير فيه فرق بيناتهم من مسؤول عنها الحالة الانهيار كامل نعم أكيد فيه وضع وضع السناء وضع منه صابت كمان نحن نعرف اللواء صليبة طالع من تحت لوصل لمنصب المدير العام ونصب اللواء وبيعرف كتير من يحشو بيقده يشعر مع العسكر يشعر مع العسكر ويشعر مع الضباط نحن هاي رسالة متوجه له فيها أنه ينظر قد ما بيقدر بأمور المتقاعدين والمؤهلين يلي كمان بالخدمة يلي معظمون هني يلي عم بيعاتون لنا أسئلة من هالف المؤهلين يلي بالخدمة ومتقاعدين والمتقاعدين باستفسارون عن القانون أنا سمحت لحالي جوابون هلأ بالقانون ولكن بالإطار إذا بتكون الأمني والعائلة عائلة أمن دولي اللي بتجمعنا رح كون حريص أنا الحالة لأخذ من حضرتك هالرسائل وننقلها لمجلس الإيادة وتحديدا إلى اللواء الصليبة للنظر فيها بالتأكيد متمنى عليك أكيد خلينا نتابع مهمات أمن الدولة فهي كون ما نجلهم كمان ولا ما نطلع كل الضباط عم بيعملوا شغلهم وأكتر يمكن بجنوب وتحديدا بالنبطية كمان كان فيه أكتر من مهمة نفسه نحن عنا مديري تاني عنا جنوب وعنا النبطية بما يختص بالنبطية من دون شك والشي من نوجه لهم تحيي لأنه من قبل من دخول الستوديو كنا على التواصل لأنه هني بصدر تنفيذ مهمة ومنقول لهم يعطيهم العافية من حوالا نصف ساعة ختموا بالشمل الأحمر أحد معامل الألبان والأجبان ومعمل للحلويات أيضا كانوا غير مستوفين للشروط الصحية مع وجود كمية كبيرة من السلع داخلهم أيضا النبطية من وجهه لهم تحيي لأنه تحيي وطنية لأنه أثناء محاولة إحدى الدبابات العدو الإسرائيلي الوصول إلى السياج الشائك الأسبوع المنصرم ما بعرف إذا ما رأيت بالإعلام قدامك وقدام المشاهدين رتيب من رتباء أمن الدولي واقف من قبيل دبابة الميركافا للعدو الإسرائيلي وحامل السلولار عم بيوثق اللي عم بتصير الصورة بسيطة للمشاهد اللي ما بدوش يشوف بعده الوطني ورائعة بينكتب عننا كتب لتشوف العنصر البشري بديش قادر يوقف مقابل إذا بدك عتاوة التجهيزات العسكرية ليقال رابع جيش بالعالم فكان شي جميل جدا بالحقيقة تأثرنا كلنا بهيك صورة والناس تأثرت فيها إنه لا خايف من الرشاش ولا من المدفع ولكن كان عم يوثق له مخالفته للركون بيوثق له لاش لأنه الدولة اللبنانية اللي أمن الدولة هي منا تعودنا نرتكن لمن لأمم المتحدي عم يوثق مخالفة للزهيب إلى القانون هاي سقفتنا و هاي سقفتون هني نعم خلينا نقول يمكن هاي المهمة اللي كنت عم تحكي عنا نعم بالجنوب اليوم أربع محاضر ضبط وثم أقفال معمل بالشمع الأحمر نعم يعني كان فيه دورية لوزارة الاقتصاد ومع دورية لأمن الدولي صحيح يعني هاي دا الخبر من موقع أم تي في نعم كمان مرفق بيروت أول شيء قبل ما نحكي عن مهمات اللي نفسه شو صلاحياتكم بمرفق بيروت هذا الموضوع نحكي عنه كتير بعد تفجير المرفق شو شغلتكم إذا بتسمح لي 30 ثانية قبل نفوت بقصة قضية مرفق بيروت لأنه الجنوب الجنوب عم بيقوموا بمجهود لأنه مرأنا عليهم أحنا عم بيقولوا بمجهود بما يختص بأيضا عصابات السرقة مشاكل النازحين السوريين عندهم تزوير عندهم شبكات رهيبة ونامية بقوة عن تزوير العمولات وخاصة الدولار وترويجة ويمكن شبه يومي عملهم بهذا الإطار كمان اللي يعطيهم العافي نعم بالعودة إلى المرفق شو صلاحياتكم بالمرفق شو مسموح تعملوا وشو مش مسموح تعملوا مرفق بيروت تعرف مؤسسي إذا بدك مؤسسي الأم لإدخال البضائع إلى لبنان واستفاء الرسوم كمان بتديروا لجنة هي تختص بإدارة مرفق اسمها لجنة إدارة مرفق بيروت دور مكتب أمن الدولة هونيك اللي بفتكر فتحوه على فتحوه على 2017 قبل بسنة من المصيبة اللي حلت باللبنان وبالتالي شغلتهم ضبط الأمور الوظيفة العامة تحت لمنع الهدر ومنع الأموال أن تروح خارج إطارة الصحيحة صوب خزينة الدول وهون بتشوف قد يفيه محاولات حسيسة محاولات يومية لحظوية للتهرب الضريبة لا أحياناً تهرب الوظيفة غض النظر يعني تحت الأمور حساسة إذا بتغض النظر عن أمور يمكن بيروح بنهار شبكة كمالية العلياة بالأمح في أمح وفي غير الأمح شبكات الأمح بتصدق ما كتير دواين عليها بالإعلام لعدم صدمة اللبنانين مرات أنت مش بس بتشتغل أمن بدك تشتغل أحياناً اجتماع علم اجتماع لأنه ما فيك تدخيل شو كان عم يصير بالأمح على مرفق بيروت مع احترامنا للموظفين هون الأوادم الموجودين على مرفق بيروت بغالبيتهم العظمة اللي عم يقوم بدورهم بهيدي الظروف الصعبة وإيه ما هناك بس هذا لا يعني أن هناك بعض متفلت من عقال القانون هاودي الفئة الصغيرة بين موظفي مرفق بيروت هادي الفئة أمن الدولي بالمرصاد لإلون أما الفئة التانية نحن منشد عيدهم والمديري يوقفي حدهم وبالعكس نحن نصني على عملهم حتى ما نظلم لكل حرام هنا فيه شغلة كمان غريبة سفينا نقول أنه فيه كان حداً عم يسرق كهرباء من المرفق ويبيعها للمناطق المجاورة المرفق ايه بس طحيحة الشغلة بس أنت يعني أكيد التحييق اللي عاملوا حضرتك دقيق ولكن ايه هاي للأسف مزبوطة ايه كيف عم ياخد كهرباء من المرفق وبيبيعها ايه بالليل بالليل بيكون ما فيه مكانات عم تشتغل هاي دي بتشتغل على الكهرباء المكتفعة وبالتالي عم ياخدوا الكهرباء يبيعوها لبعض المساكن القريبة ايضاً هون شو بيكون عم يعملوا عم يصرفوا مرفق بيروت وبيدفع الفطورة لوزارة الطاقة وبالتالي قلقنا صحيح مكتب مرفق بيروت في أمن الدولة القبض على هذه ونتنشيد صراحة ببيدار المكتب ومدير المكتب على الجهد اللي عم يعملوا فيه صحيح وبيدار كل المدراء الإقليميين اللي يعطيون ألف عفل حكينا ببداية الحلقة عن موضوع المرفقين الشخصيات نعم كتير بيحكي عن هالموضوع فيه ناس ما بيحقل لهم نشوف معهم مرفقين هيك الانطباع عند الناس مين بيحقل لهم مين ما بيحقل لهم أنا إذا علي خطر أمني أنا مواطن عاد فيه يطلب مرفقين يعطوني نعم بيحقل لك تقدم طلب للمدرية العامة وإذا أنا ما علي خطر أمني بدي يفشق على العالم بيخد لا أنت بتقدم طلب لمجلس الأمن المركزي مجلس الأمن المركزي يعني كل القوى الأمنية والأجهزية واللي بترأسها معالي وزير دخلية يدرس الطلب يوافقون عليه بناءً عليه يقدمون تل المدنيين المعون المرفقين هن هيك مشيين بهالبروستور أنا أستطيع أن أجزم لك أن المدرية العامة لأمن الدولة لا يحق لها بالقانون أن تفصل عنصراً واحدة بدون قرار المجلس الأمن المركزي وبالتالي هي ماشي بهالبروستور الأنونية وكل ما يقال من هنا وهناك مش صحيح هناك بعض الشخصيات في لبنان أو بعض ما يسمون بعضهم للأسف شخصيات يكون معه حدا هو بيشتغل بادي جارد أو إلا ما هناك يمكن بإطار تعظيم الزيت وإلا ما هناك أنه نحن معنا أمن دولي ما مش مزبوطوني لك بعض الحالية تحققنا فيها وطلعوا مش أمن دولي وعوقبوا يعني اللي عم يدعوا هيدا للإدعاء الآن لدينا طلب من أمن الدولة مباشرة الأمنية اللي بيستاهل وعليه خطر أمني ساحتين عقلبه أكيد بس اللي بده يفشغ يروح يفشغ من جابته لا لا يفشغ عصاب الدولة يعني في كتير ناس يمكن بتعرفون ومنعرفون بيفشغوا عصاب الدولة شو لكم علاقة بموضوع ومكرة رح نقطار يمكن نكشف بعض الأسماء شو لكم علاقة بموضوع الفيول من العراق بس لحتى ما تقطع ويعني أنا هيدا موقف ورأيي أنا أنا لا أعرفهم أنا اللي بعرفه أنا إذا قدرت أعرف حدا معه مرافقين من مدرية العامة لأمن الدولة وهو لا يستحق الأمر يمكن بعد سويني بيكون قائد جهاز أمن الدولة معه خبر وبفتكر إخذ قرار فيه مش معقول نعم ما عم نحسر بأمن الدولة بس في أشخاص عندهم مرافقين وما بحق لهم تقرار فيه وقريبا رح يكون عندنا يعني التركيز بالأم تيفي على هيدا نتمنى ذلك نتمنى أنه تشتغلوا على هيدا الموضوع نعم اللي ممكن بتكونوا عم تساعدوا الدولة اللبنانية بهيدا الإطار إذا كانت موضوع شو لكم علاقة بالفيول اللي جاي من العراق الفيول اللي جاي اللي عم يجي من العراق لقاء إذا بدك بعض الخدمات اللبنانية وإلى ما هونالي كانوا عم يجي من العراق كمية محددة فتكر مليون معدة كفة المعامل اللبنانية وتمتاز المدري العامي لأمن الدولة بعلاقاتها الأمنية مع الأجهزة الأمنية العراقية المديرية تتعاون مع الكثير من الأجهزة العربية والمحلية والدولية أيضا تعرف الأمن فيه تعاون يومي وبالتالي تم الطلب من المدري العامي لأمن الدولي بمحاولة تحس العراقيين على زيادة كمية الفيولي اللي عم تستورد إلى لبنان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العراقية وبالتالي مع الحكومة العراقية أنت بتعرف الأمن قدي قوي نحفوزه بالعراق أكيد اللي هو تحت إطار حكوماته و بهذا الإطار كلف دولة رئيس الحكومة المدرية العامة لأمن الدولة التي كلفت نائب المدير العام العميد حسن الشئير بخوض مفاوضات من هذا النوع مع الجهات العراقية بلشت مع الأمن العراقي ووصولاً إلى بعض الكتل النيابية العراقية ووصولاً بالنهاية إلى رئيس الحكومة لا 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 بالنهاية أي حدا بيحب يقدم إذا بدك خطوي للبنان فلتكن يعني لا عم ناخد دور اللواء إبراهيم لاش دور اللواء إبراهيم ما كنا نسني عليه نحنا ويرايت يكون فيه هلأ عشرة مثل اللواء إبراهيم أو اللواء صليبة أو العميد الشئير أو اللي بدك يه لحتى اللي يحطوا إيده لأنه نحن بحالة انهيار ما حدا يتخبى شو عم بيصير نحن منهارين كلياً وبالتالي والدليل أنه لم يخطئ دولة الرئيس مئاتي بهذا التكليف أنه نحن أنتجت هذه المفاوضات مع العميد الشئير وأتى إلى لبنان زيادة 500 مليون طن من النفط العراقي إلى لبنان نحن عندنا كان كتير بعد ما رحمت نحبين نحكي عندنا كان ببيروت بجبل لبنان بشمال بالبقاء بجنوب تسمح لي هون بما يختص ب500 مليون طن اللي وصلوا مش أهميتهم أنه وفاولنا العراقيين ممثلين بدولة الرئيس السوداني عائلت السودان رئيس العراقي وبالتالي لوصلوا الألية اللي حطتها المديري عام لأمن الدولي مع الأجهزة الرقبية العراقية وطريقة وصولهم إلى المعامل اللبنانية هذه الألية رأيت تطبق دائماً اللي كان فيها يعني شيء كبير من الشفافي اللي حكي عنه الوزير العراقي لما ينزارنا بالمديري الأسبوع نعم نحن قرب وقتنا يخلص بدي استفيد من وجودك بعرف موضوع سياسي بيعني لك مش بس الموضوع لا بهذه الحلقة إذا بدك كافية أمنية لا بس ما السؤال وحيد نختم فيه الحلقة سؤال سياسي علاقة بين الطيار وطن الحر وحزب الله وبعرف حطرتك من الحارسين على هذه العلاقة نعم رايحة إلى انتفراج أو راحة إلى طلاق نهائي العلاقة بين بين ما بدي أمنياتك بدي الواقع الواقع العلاقة بين الطيار الوطن الحر والمقاومة ما فيها تكون إلا بالإطار الإيجابي ما فيها ما فيها وإلا بيكونوا عم يأذوا حالهم تنيناتهم وبيكونوا عم يأذوا لبنان لأنه إذا تنيناتهم كفوا بالإطار اللي هني برأيي أنا إعلامياً فيه مبالغة فيه من جوه فيه تنسيق وما يأخذوني تنيناتهم فيه تنسيق بيناتهم وبالتالي مستمر ولكن بدرجات متفاوة عن الأيام السابقة أو عن المراحل السابقة فما في خيار إلا أنه يرجعوا ويتوافقوا ولكن هلأ النقطة وحدة المختلفين عليها هني اسم السامي فرنجي رئاسة الجمهورية ما احترامنا لمعاني الوزير الفرنجي إنه مش يعداء بالعكس وشخصية لبنانية ومتزيني وأنا أتمنى له كل خير ولكن عم إلا كني مختلفين على رئاسة الجمهورية الشي رئاسة الجمهورية شو فيش بعد ونود خلافي ما فيش بس كل هيدا الحك اللي بنحكى كمان خصوصا عندنا عند الطيار إنه اعترضوا طريقنا بالإصلاح وما خلونا نكافع الفساد حزب الله وكان عبق التحالف يعني عبق التحالف كان عبق علينا هذا شو كله بيروح إذا زيحوا السامي فرنجي ما بعرف إذا أنا قدر إحكي يعني عن حزب الطيار أو حزب الله أو المقاومة ولكن كمراقب أنا بقل لك إنه ما فيهون يكافه المنطق السياسي بيقول ما فيهون يكافه بهذا الإطار هلأ بس ينطرح اسم رئيس جديد بيتوفق عليك كل اللبنانية مش بس الحزب والطيار كل الحزب اللبنانية بتتفق هكذا هو لبنان نعم محكوم بالتوافق محكوم بالتوافق وهذا أجمل شيء في السياسي هذه حسنة وسيئة بذات الوقت نعمة ونقبية أنا بتشكرك مستشار مدير عام أم الدولي دكتور جروج حرب وكمان درجع أكرر عند كتير مطالب من المتقاعدين من أهلين يلي بالخدمة رح وصل لك ياهون وتمنى تنقلهم للي وق صليبة وتمنى من اللي وق صليبة يعني قد ما بيقدر أقد الإمكانيات اللي بنعرفها صعبة إنه يعالج وضعه سوف أكون حريص بإنه إنقل هادي المطالب لحضرتك رح تموصل أيضا إذا بتسمح لتوجه بتحية لكل ضباط وعناصر ورتباء وموظفي وقيادة أمن الدولي شكور وإنس كمان عندكم دور طبعا ودور أساسي كمان تكامل معنا وبالتالي على كيف فت الأراضي اللبنانية من عكار اللي عمقوا مهامهم مع البيئة عمقوا اشياء ومن فترة مجروا تحية قدروا لقوا مواطني كان ضائع عبر دراون فتشوا لها يا عناصر أمن الدولي وبعدها تعيونوا مع الجيش الترابلوس بيروت جبل لبنان البقاع بعلبك الهرميل ونبطية وجنوب منوجه لهم تحية وأكيد المجموعة الخاصة هيك منكون سمينا نعم ونعيد البيئة منهم بعد يومين كمان عيد الأبي نعاد على الجميع من عيد بيئة شكرا كنتفرح منك ونشوفك باي قريبا إن شاء الله دكتور جورج حرب وشانيا لهون بيضع حوارنا إلى اللقم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر